بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بحضرتكم مرة أخرى تربية النحل في مصر من ألاف السنين نقدر نقول إن احنا بنتكلم على صناعة أصيلة في تفاصيل جد كبيرة وكتيرة داخل هذه الصناعة أنا مش هتكلم عنها النهاردة ولا هتطول في المقدمة لأنه بيشرفني المهندس فاتح بحير الرئيس الاتحاد النحلين العرب منورة مش مهندس إزاي حضرتك الحمد لله هبتدي معاك النهاردة كان فيه لقاء مهم مع معالي وزير الزراعة أهداف هذا اللقاء وإيه اللي تم فيه هو بداية إحنا بنتوجه بالشكر لمعالي وزير الزراعة إنه هو أتاح الفرصة للنحلين إنه يتعبر عن وجهة نظرها وتنقل المعيشة أو المشكلات اللي موجودة أو اللي بيواجهها النحال النهاردة لمعالي الوزير ربما تقدر الوزارة تشتغل على هذا الشق من المشكلات وتبدأ تزلل الصعوبات للمربين آآآ بعض البعض عندنا بعض المشكلات في هذا الإطار اللي هو تصدير النحل المصري إلى خارج مصر آآ أسعاره متدنية في هذه الفترة فبالتالي المربين عندهم مشكلة كبيرة جداً إن مستلزمات الإنتاج أعلى من تكلفة البيع فبالتالي فيه تعصر كبير جداً في مهنة تربية نحل العسل في مصر هذه الأيام وده رجع أساساً للتعصر اللي موجود على المستوى العالمي نحن عندنا أزمة اقتصادية عالمية كلنا بمرف بيها مش مرب النحل بس ولكن النحل هنا علشان هو ما عندوش مصدر رزق آخر غير تربية النحل فهو أكتر واحد حاسس بهذه الأزمة السيدة الوزير أمر باجتماع دكتور محمد سليمان رئيس مركز البح minced زراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإنتاج والدكتور أحمد عبد المجيد دكتور عزوز رئيس قطاع الإرشاد رئيس قطاع الإرشاد والدكتور أحمد عبد المجيد والدكتور محمد فتحا قعدوا معنا النهاردة مع النحلين والمصدرين وبعض الشركات وبعض النحلين من فئات مختلفة من صعيد مصر ومن شمال مصر من كل الفئات على أساس نحط أدينا على المشكلات القائمة بالفعل وده حصل النهاردة ونقشنا فيه أو النحالة نقشت فيه مع المسؤولين إيه هي المطالب اللي عايزها النحال وإيه هي المشكلات اللي بتواجهنا وإزاي نقدر نحلها تمام من أهم المشكلات في الحضارة جزيكارتها دلوقتي التصدير ودي مشكلة عالمية أنتم شايفين ممكن تتحل إزاي إحنا ما عندناش مشكلة في تصدير المنتج ذاته ولكن عندنا مشكلة في فتح أسواق جديدة إحنا بنصدر لدول الخليج العربي دلوقتي منها السعودية والإمارات ودول أكبر دولتين اتنين فيه طبعا بنصدر لأماكن كتير تانية لكن دول أكبر دولتين بياخدوا مننا نسبة كبيرة جدا من الإنتاج المحلي السعودية والإمارات السعودية والإمارات دول أكبر دولتين بياخدوا الناتج النحل اللي موجود عندنا لكن إحنا محتاجين نفتح أسواق جديدة ربما يكون عندنا مشكلة دائمة في سعر النحل للسعودية أو للإمارات فبالتالي فتح أسواق جديدة ببلاد تانية هيدي فرصة دلوقتي للتنافسية ويدي فرصة لزيادة الأسعار إحنا مصر عندها موقع متميز بين الدول العالم كلها إحنا في المنتصف فبالتالي عندنا ميزة تنافسية في نقل النحل في وقت قصير جدا فبالتالي محتاجين الحجر البطري والحجر الزراعي بالتعاون مع اتحاد النحلي العرب نبدأ نشوف أسواق جديدة لأن في بعض الدول عندها استراتيجية أن هي تمنع استيرات في منتج معين في فترة معينة طب وبعدين فإحنا من النهاردة عايزين نبدأ نفتح أسواق جديدة للنحلين نفتح أسواق جديدة للمربيين علشان يكون عندنا مصادر متنوعة في التسويق الأمر الآخر إننا مش عايز النحال أو مربي النحل يعتمد فقط على تربية النحل أو على بيع النحل الحي لأ إحنا عايزين نعمل قيمة مضافة في منتجات النحل الأخر طرد النحل الحي ده منتج من أكتر من منتج من منتجات الخلائية عندنا حبوب اللقاح وعندنا العسل وعندنا لغزاء الملكات وعندنا البرتوليس وعندنا إنتاج الملكات أو العزارة وعندنا حبوب اللقاح الداخلية وعندنا الياركات إنتاج ياركات يعني محتاجين تدريب وتأهيل للمربيين أو للنحلين علشان نواجه الصعوبات القادمة بمعنى إننا النهاردة عندي مشكلة التدريب ده مهم أولا عايزة تكلم عنه بس في نقطة حضراجة ذكرتها أفتح أسواق جديدة أنا مثلا لما باجي أصدر حصرات زراعية بيبقى عن طريق الحجر الزراعي الحجر الزراعي والحجر الزراعي والحجر الزراعي والحجر البطري ده بالنسبة لإنتم بقى كانوا حالين لما بتيجي تصدر النحل بتاعك بيبقى عن طريق مين؟ حجر البطري حجر البطري نعم الحجر البطري وإحنا متواصلين بالفعل مع الدكتور عبد الحكيم وأعتقد أن إحنا حققنا إنجاز كبير جدا في أزم التصدير الترود النحلي للسعودية وحققنا اشتراطاتهم ولكن الازمة الحالية اللي احنا بنعشها هي ازمة تسويق سعري لكن موجود السوق النهاردة احنا محتاجين مش المفروض تسويق السعر ده انتوا اللي متحكمين فيه ان انا اسوأ نفسي ان انا اعرض منتجي بسعر التنفسي السعر اللي موجود التنفسي النهاردة غير عادل بالنسبة لارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج يعني مستلزمات الانتاج النهاردة اغلى من المنتج اللي بيتباع فبالتالي النحال في حيرة يعني لما هيصرف على النحل وينتج طرد النحل ويجي بيعوا ويلاقيه مش مكفي اصلا تمن اللي هو صرفوا على الخلالين فبالتالي اصبح فيه ازمة وازمة كبيرة الازمة دي هتضطر كتير من النحالين في مصر ان هما يخرجوا من المهنة ويتركوها ولو الكلام ده حصل النحل بيسهم بنسبة 7% من التلقيح النباتات الموجودة على الكرة الارضية بيسهم بزيادة بنسبة 60% من الحاصلات الزراعية الناتجة للغذاء ان نحن احد اسبابها الرئيسيين في تلقيح فبالتالي احنا احنا امام عملية محيرة لازم نحافظ على النحل ولازم نحافظ على النحال ان هو لا يترك هذه المال فبالتالي الدولة عليها دور كبير جدا ان هي تساعد النحال النهاردة في فتح اسواق جديدة علشان نلاقي سعر تنافسي وسعر عادل تمام لو انا جيت اتكلم على جزئة التدريب وحضرتك زكرتها وقلتلي ان في مشاكل بتقابل النحال احنا عايزين ندربه ان هو يحل هذه المشاكل انتوا مرصدتوا هذه المشاكل الاول احنا عندنا ان حالة في مصر اجتهادية وليست منظمة وده شيء يؤسفنا جميعا في البداية محتاجين دور وزارة الزراعة معانا ان هي تعمل قاعدة بيانات لمرب النحط وتنظم هذا القطع ووزارة الزراعة قادرة على هذا الموضوع مش صعب ولكن تنظيم هذا القطع هيؤدي الى فوائد عديدة اول حاجة هنشوف كل المربين قدامنا عددهم قد ايه ونقدر نخدمهم ازاي نقدر نفتح اسواق جديدة ازاي لما ييجي النحال يعالج الوزارة هتقدر تدي برنامج علاجي بعيد عن المواد الكيموية من اهم المحاور هنكمل كلامنا بعد الفاصل مملكة النحل مرحب بحضركم مرة اخرى في الزراعية الان وبجدد الترحب المهندس فاتح بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب قبل الفاصل كنا بنتكلم على التدريب والمشاكل اللي بتقابل النحالين وخاصة بعد اجتماع مهندس فاتح بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب مع معالي الوزير السيد القصير وزير الزراع والصلاح الاراضي من اجل بحث هذه المشاكل وحلها وصلنا لنقطة مهمة وهي التدريب مش انتوا دايما بتقولوا احنا شطر ونعرف نتعامل هو فيه مستجدات حصلت يعني ايه اللي اثر على او ايه التحديات اللي ابتدت تظهر جديدة تأثر على هذه الصناعة احنا النحال المصري نحال ماهر جدا وفاهم الموضوع كويس بعض الجمعيات وقسم بحوص النحل بيقوم بتدريب بعض الناس ان هي تشتغل على الاتجاهات الحديثة لتربية النحل لكن مع التغيرات اللي احنا بنشوفها النهاردة تغير المناخي تغير الاسواق العالمية تغير الزوق العام كل دي تغيرات لابد ان النحال يواجهها بمعنى ان احنا دلوقتي الاتحاد الاوروبي احنا ما بنصدرش ليه عسل طب ليه ما بنصدرش ليه عسل عشان بعض متبقيات المبيدات اللي موجودة عندنا في العسل او في بعض المبيدات اللي موجودة محتاجة ان الحجر البطري والحجر الزراعي يتناقش مع الجانب الاوروبي عشان يفتح لنا احنا سوق جديد ليه التدريب التدريب هنا بالنسبة للنحال ان انا ما استخدمش مواد كيموية استخدم مواد طبيعية المواد طبيعية هتأهلنا ان احنا نفتح اسواق جديدة في امريكا وفي اوروبا نصدر عسل اورجانيك خالي من الاسر المتبقي للمبيد كل الكلام ده لازم النحال يعرفه هيعرفه منين هيعرفه بالتدريب والتأهين ويعرفه اكتر بان هو يشوف قدامه ويعرف مصلحته فين مصلحته مش ان انا القلوم او التهم على وزارة الزراعة او على جمعيات مراب النحن او اتحاد النحالي العرب الموضوع من داخلنا احنا لازم انا اكون عند اقتناع كامل ان انا اللي بعمله ده هو الصحيح فالصحيح ان انا ما استخدمش مواد كيموية ان الوزارة تساعدني في ايجاد علاجات طبيعية بديلة عن العلاجات الكيموية اللي بيستخدمها النحال هو النحال معظور انه بيستخدم الكلام ده عشان محدش وجهه للمنتج الطبيعي فبالتالي انا محتاج اعادة تأهيل وترتيب في هذا الوضع محتاج اعادة تأهيل وترتيب الاتجاهات الحديثة لمراب النحن تغير المناخي ما كانش موجود من خمس سنوات ما كانش موجود اللي احنا عليه الآن تغيرات المناخية اصبحت قاسية على تربية نحن العسل اصبحت قاسية على المحاصيل وقصر عمر الزهرة نفسها فبالتالي النحال ما عادش بيلاقي الانتاج الكافي اللي يقدر يغطي به المصاريف اللي هو بينتجها طيب النهاردة مع تدني اسعار سعر النحل للتصدير وتدني اسعار سعر العسل لان احنا في ازمة عمتا اقتصادية فبالتالي مفيش عميل بيشتري عسل وليكن او اذا كان بيشتري فبيشتري القوة الشرائية قالت فانا محتاج اعادة تدريب للنحال ان هو يشتغل على اكتر من منتج من منتجات الخلية زي حبوب اللقاح بتستخدمها شركات الادوية في صناعة الدواء الرويل جيلي بتستخدمه في صناعة المنشطات البربوليس اكبر مضادة حية وعلى وجه الارض تستخدمه شركات الادوية بالتالي انا محتاج ان حال يعيد 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 تدريبه ويحصل فيه قيمة مضافة للمنتجات وماكنش اسير لمنتج واحد زي اللي بيحصل النهار طيب طرحتم ملف عجيب انا سمعت عن مراكز تجميع الالبان لكن مراكز تجميع العسل جديدة علي مهمة جدا قسوة بما حدث القطاع الانتاج الحيواني عمل مراكز تجميع الالبان في اكتر من مكان احنا كنحالين عندنا الهواه عدد كبير جدا اللي عنده خمسين خلية انا بتكلمش دلوقتي على اللي عنده الف خلية فيما فوق انا بتكلم على النحال البسيط اللي عنده خمسين ومئة خلية يقدر مراكز تجميع فرز العسل وتعبئته دي لو احنا عملناها هنقدر نستثمر في هذا المجال اكبر من اللازم بدل ما انا اتكلف كنحال ادوات الفرز وادوات التعبئة وادوات التغليف والكلام ده هيكون المركز مجهز بكل الادوات دي هيروح النحال يودي العسل بتاعه بعد الفرز لهذا المركز مقابل قيمة بسيطة جدا من المال ولكن هياخد منتج مثالي منافس للسوء المحلي والعالمي فبالتالي انا رفعت جودة العسل المصري يعني انا ببص دلوقتي ان انا ارفع قيمة المنتج المصري عشان اقدر انافس بيه تصديرية وفي نفس الوقت احب بالزبون الداخلي او العميل الداخلي لهذا فيه ميزة يعني هو ان ادنا من المواصفات والجودة ده شق لكن برضو مركز التجميع هربطه ازاي بالتسويق ما هو الراجل اللي هيجمع ده هيجمع المنتج يعمل باي لازم يسوقوا تسويق وتسويق مجزي احنا عندنا شركات كتيرة جدا بتشتغل في تسويق عسل النحو الشركات دي معظمها ما عندوش الامكانية الكبرى ان هو يقدر يطرح منتج جيد بمواصفات عالمية في السوق فانا دي خطوة او بداية ان انا اعمل اكتر من مركز يبقى عندي جودة معينة موجودة في السوق ممكن الباقيين يشتغلوا على نفس الاتجاه المهم ان انا اخد خطوة ودي مثال او اعمل مثل ان يكون عندي منتج زي نموذج فعلا اكون عندي نموذج النحالة الاخرى او اللي عنده الامكانية يقدر يعمله لكن محتاج ان انا اعمل نموذج زي ما عمله في قطاع الالبان او قطاع الانتاج الحيواني في تجمع الالبان ده ضروري جدا بالنسبة للنحالة كلمتني عن ارقام كتير وارقام ضخمة دقة هذه البيانات انت عندكم قاعدة البيانات قاعدة البيانات اللي موجودة وبنحكي عنها بين مرب النحل هي اجتهادية لكن قاعدة البيانات للتصدير وكمية تصدير انتاج العسل دقيقة ليه لانها محجورة او محصورة في الجمارك ومركز المعلومات والكلام ده قادرين ان احنا نحصر كل ما يخرج من مصر لكن ما هيش دقيقة بالنسبة لعدد المربيين واعداد الخلايا اللي موجودة في مصر طب نعمل ايه؟ محتاجين قاعدة بيانات مهم ضرورية ميلا هيبا مسؤولة عنها؟ طب قاعدة البيانات وزارة الزراعة مسؤولة انا النهاردة مش المفروض عندي ارقام يعني فيه تسجيل فيه اجراءات ترخيص مش هي دي هتبقى المرجعات بتاعتنا؟ وزارة الزراعة اطلقت من اكتر من سنة عملية ترخيص المنح بالتالي هي نافذة لقاعدة بيانات ولكن احجام بعض مربي النحل انه هم مايرخصوش لانه هو دلوقتي لما عليش يعني لما تيجي تسأل الفلاح امو ربي النحل انت هتستفيد منها انا موافق ان انا رخص النحل بتاعك بس اديني استفادة مقابل ان انا هجأ اقولك او هجأ ارخص او هجأ ادفع تمن معين تمام؟ مقابل ترخيص النحل وفر لي السكر في الشتاء وفر لي السكر بسعر المصنع ولكن وفر لي السكر بسعر المصنع ان انا اقدر استفيد به عشان اقدر اطلع لك منتج ذات والسكر لسه ازمة بالرغم من ان احنا دلوقتي عندنا يعني شبه الاكتفاء الزاتي بالنسبة للسكر احنا هي ازمة في السكر ازمة السكر بالنسبة للنحل يعني مثلا ايه تفسد معاكو كل كم سنة في ظروف معينة انما ما هيش ازمة مستديمة لكن الازمة اللي موجودة حاليا دلوقتي مع مربي النحل في السكر الاسعار المرتفعة في خام السكر مقابلة في انخفاض وتدني السعر في منتجات نحل العسل منها طرود النحل والعسل فبالتالي مفيش توازن مفيش عدالة مبين مستلزمات الانتاج ومبين الصادر او مبين المنتجات اللي بتدعم اصلاح المتكلم عليه ده دعم نقدي والدعم النقدي النهاردة خارج الخدمة وهو ده مش مطلوب انا المفروض عندي صناعة اي صناعة انا ما طلبتش دعم نقدي لكن في مقابل الدعم النقدي فتحة اسواق جديدة تقدر تخلصني من المنتجات اللي موجودة ان انا عندي سعر عادل اه سعر عادل انا كلفت عندي هامش ربح اكسب عشان اكمل وعشان اشتغل وعشان الناس اللي موجودة في القطاع خلاص جبت اخرها فبالتالي محتاجين ان احنا نساعد الناس دي عشان تستمر في هذا القطاع وهو الترخيص برضو هيبقى ليه اهمية وانا لازم اقول للمشاهدين النهاردة النهاردة انت لما ترخص انت عندك ندوة عندك تدريب عندك فرصة للنحال هتبقى عندك قاعدة بيانات من خلال الترخيص تقدر توصل بالرجل ده حتى لو تصلت بيه تليفونيا بس انت عندك بيانات تقولك ان هنا في فلان عنده منحل بيشتغل مزرور الى ان تتوسع الخدمات الى ان يكون فيه اسواق اكبر فتنظيم العمل مهم جدا الترخيص مهم علشان تزبط وجودك اساسا ان انت موجود وبتشتغل وان انت راجل النحال علشان الدولة عازمة على تقنين الوضع وعلى توفير خدمات وانتم كمان احد اطراف هذه المنظومة احنا من خلال حضراتكو وبنوصي كل النحالين ان هي تلجأ للرخصة ليه؟ لان الرخصة ده كيان قانوني اعتراف من الدولة بان انت مربي نحل بالتالي تقدر تستفيد من الرخصة باستيراد بتصدير ممكن المربي النهاردة يستغنى عن المصدر نفسه ويصدر هو منتجه بذاته من خلال الرخصة من خلال الرخصة تقدر تجيب معدات خارجية تقدر تطور نفسك تقدر تشارك في المؤتمرات تقدر تشارك في الندوات وزارة الزراعة هتكون عارفة ان المنطقة دي فيها اكتر من الف مربي نحل فبالتالي تقدر تتوجه التدريب على هذه المنطقة احنا من خلالكو بالنادي للمربين ان هما عاجلا لابد من ان هما يرخص تربية النحل او يرخص النحل بتاعه معترف به يعني احنا حتى عندنا قسم النحل بيعقد دورات تدريبية وبيقوم بدور برضو لو جيت اتكلم على السلالات في مصر هل السلالات في مصر فيها مميزات ولا بتقابلها مشاكل احنا النحل المصري القديم عنده ميزة تنفسية كبيرة جدا وهي مقاومته للامراض مقاومته للامراض فبالتالي احنا محتاجين بالنحل اللي موجود في مصر نحل هاجين ما بين الايطالي والكرنيولي في اجتهادات كتير جدا من النحلين ولكن النهاردة بشرنا قسم بحوث النحل انه هو بصدد اعادة تشغيل محطة انتاج تربية الملكات اللي موجودة هنا في قسم بحوث النحل تمام وتوزيع العزارة والملكات على المربين احنا هنا محتاجين تغيير مش تغيير السلالة محتاجين تحسين للسلالة تغيير في الدم عشان بمجرد ما هنحسن السلالة هيزيد عندنا الانتاج لان احنا عندنا تدهور في السلالة الهاجين او تدهور في الهجن اللي موجودة وبالتالي في قلة في الانتاج احنا محتاجين القسم بحوث النحل يعيد ترتيب محطة انتاج الملكات ويبدأ يوزع على المربين ومحطات الملكات السلالات الجديدة اللي هيبدأ يشتغل عليها بما يتوافق مع المناخ الجديد اللي موجود عندنا في مصر الآن وده قالوا عليها النهاردة أنهما بداية من الموسم المقبل هيكون عندنا المحطة ممتاز لما بنينا نتكلم عن السر والحيوانية وخاصة النهاردة أنا عرفت أنهما تبع الحجر البطري أو هائل عامة خدامات البطرية كمان ملهاش دور في توفير الأمصال في توفير العلاجات لأننا عرف أن النحل بيمرض وتحتاجوا له أدوية مين بقى المسؤول عن الكلام ده هنا النقطة اللي احنا اتناقشنا فيها النهاردة مع سادة نواب الوزير في الاجتماع بتاعنا أن احنا لحد دلوقتي مش عارفين اتجاهنا فين بالنسبة للعلاجات احنا ما عندناش علاج في مصر مصرح به لاستخدامه في تربيت النحل كل العلاجات اللي موجودة علاجات اجتهادية أو الناس بتجيبها من بره برضو بطريق شخصي ولكن علشان أنا أقدر أطور الصناعة دي لابد أن أنا حصر الأمراض اللي موجودة وهي محصورة بالفعل ولكن أنا عايز العلاج الطبيعي اللي لا يؤثر على العسل ولا يؤثر على جودة النحل محتاج أن أنا دلوقتي وزارة الصراعة تساعدني في أن هي ترخص العلاجات دي دي مش مسؤوليتي كان حال دي مسؤولية العلم والبحث العلمي مسؤولية الوزارة أن هي تقولي أن الدواء ده آمن بالنسبة لنحل العسل وآمن في المرض الفلاني ده فعلا إحنا مستنيينه من البطريق من قسم بخص النحل من أنا معرفش بالضبط الجهة المنوطة بالموضوع ده إيه وهم بيدرسوا الأمر وهيفتحوا لشركات ناشئة مصرية أن هي تبدأ ترخص العلاجات الموجودة أو اللي هي تقدر تعالج الأمراض اللي موجودة في نحل العسل وفي نفس هذا الكلام محتاجين أن احنا ناخد أوروبا والدول المتقدمة مثال يحتزى به عندنا علاجات موجودة في الخارج بتقدر تأثر بكفاءة عالية جدا في هذه الأمراض محتاجين على ما نبدأ نشتغل أن هي تكون موجودة عندنا بتصريح من وزارة الزراعة عشان أن الحال مش هيموت على ما نبدأ نصرح الفترة دي محتاجين علاجات خارجية بتصريح من وزارة الزراعة بدراسة من قسم بحوث النحل اللي هي يفدنا في هذه الأمراض علشان على ما نبدأ ننتج يكون عندنا خط موازي موجود في السوق موجود العلاجات دي النهاردة محظور حاجات كتير جدا أن الحال بيضطر يستخدم مواد كيموية عشوائية عشان مش شايف ما قداموش غير كده فبالتالي ده خطر على الانتاج المستقبلي وخطر على انتاج العسل نفسه التأمين لأول مرة أسمع هذه الخدمة على النحل محدش في السنوات الماضية دي خالص أقبل على هذه الخطوة وبتفكروا نهاية تتنفس إزاي إحنا كالتحاد نحلين عرب بنتكلم مع شركات الكبرى لتأمين الشركات التأمينية الكبرى زي التأمين اللي كان بيحصل زمان على المواشي لا وبيحصل دلوقتي وبيحصل مازال بيحصل دلوقتي عندنا مناحل بيحصل فيها حرايق وكوارث ومن السيول والفيضانات اللي بتحصل في سينة وفي السحل الشمالي بيموت جزء كبير جدا من النحل وبيتضرر النحال وبدون زمان فبالتالي محتاجين تأمين شامل على مرب النحل وعلى خلايا النحل إحنا بندرس الموقف دلوقتي مع بعض الشركات الكبرى إن هي تشمل خدمتها التأمينية خلايا النحل ومرب النحل أنا شايف إن الملف مهم جدا وملف كبير ومحتاج مجهود يعني ربنا يوفقكم لأن انت كلمت في محاور كثيرة جدا بتتكلم على علاج وعلى تأمين بتتكلم على أمراض سلالات عايزين نعمل مركز تجميع عايزين ندي دورات تدريبية أنا بطلب من حضرك بقى إحنا في بداية الموسم الشتوي توصياتك إيه للنحالين في هذا التوقيت بالنسبة للنحالين النحال المصري بداية من شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر بيبدأ يقبل على العجائن البروتينية لتعويض النقص في حبوب اللقاح للنحال والنحال الشاطر اللي هو يقدر من دلوقتي يحافظ على الخلية بتاعته قبل دخول الشتا قوية نشيطة فيها كمية كبيرة من الحضر وده عن طريق العلاج الآمن للنيوزيمة العلاج الآمن للفاروة تقديم بداية الحبوب اللقاح في هذه الفترة أو الفترات اللي هيكون فيها انقطاع تام لحبوب اللقاح لما هنطبق الثلاث قسس دول هنقدر نعبر فترة الشتاء بنجاح الأمر الأهم من كل ده حماية الطائفة من الطيارات الهوائية البردة الطيارات الهوائية البردة يعني أعتقد أن هي بتخلينا نفقت جزء كبير جدا من النحل وممكن ما يكونش النحال منتبه إليها الطيارات الهوائية البردة اللي بتيجينا في فصل الشتاء بتقدي على النحل نفسه فبالتالي محتاجين أن احنا نعمل حماية للنحل من هذه الطيارات الهوائية المخزون اللي موجود في الطائفة من العسل أو من التغذية أو التغذية السكارية في هذه الفترة بديل عن الرحيق الخارجي وحبوب اللقاح الخارجي إحنا عندنا مصر ربنا يعني منحها تنوع مناخي عندنا ظهرة الفول البلدي ظهرة الكفور هتبدأ بعد فترة بسيطة يقدر أن حال ينقل عليها ظهرة الفول البلدي هتبدأ بعدها مباشرة ودي نفس الكلام بيقدر أن حال ينقل عليها بيقدر يعوض النقص في حبوب اللقاح والرحيق من بعض مصادر الرحيق الخارجي لكن في العموم هي تدفئة الخلايا تعويض النقص في حبوب اللقاح والعسل العلاج الآمن للنيوزيمة والفروة هم دول أساس دخول فصل الشتاء وعبوره بنجاح لو إحنا جينا نقول أنت قلت لي عايزة نقل على الحقول الموجودة المفروض يبقى الخلايا ما بينها وما بينها الحقل ده مسافة قد إيه النحل يقدر يجمع في كيلو متر مربع أو مسافة دائرية في غضون كيلو متر يقدر ينقل فيها ويحط النحال ويبقى متطمن أن النحل بتاعه هيجمع ويخزن في الخلايا بتاعته في غضون كيلو متر واحد أكتر من كده يتعايش النحل لكن بيسرح لمسافة أكتر من 4 كيلو لكن هيكون عنده مجهود كبير جداً في السرور ويرجع نفس مكانه في خليجته ويرجع نفس مكانه في خليجته 4 كيلو أو أكتر من كده طيب لو جيت أتكلم على بعض المشاكل اللي كنت بتعانوا منها وهي استخدام المبيدات المفرط هل التديتم تحسوا أنه فيه تغير للأحسن؟ إحنا في تطوير منظومة النحط وصينا يعني عشان نبقى وقعيين أو أن حالة تكون وقعية ما فيش حاجة اسمها أن أنا أمنع راش المبيدات ده إحنا هنمنعه لمصلحة النحط لكن هيتأذى قطاع الزراع والفلاح كله فبالتالي إحنا بنوصي بعض التوصيات يترش في الصباح الباكر ويكون النحال عنده علم بأن المنطقة دي هتترش فيقفل على خلايا النحل أو يتعامل بيها بالطريقة اللي تعجبه المهم في النهاية يكون النحال عنده خلفية أن فيه رش في المنطقة دي أو المزارع أو الفلاح يرش في الصباح الباكر أو عنده الغروب وده أفضل وقتين لرش المبيدات وفي نفس الوقت هنحافظ على السروة القومية من النحل لكن إحنا اللي بيحصل الرش الجائر للمبيدات في طول اليوم إحنا كنحالين بنفقد نسبة كبيرة جداً من النحل السارح لكن لو رشينا في الصباح الباكر أو عنده الغروب أو في المساء بنقدر النحال بيقدر يتعامل مع خلايا النحلة طول الحفاظ مهمة جداً وتوصية ومعظم المزارعين عارفين أهمية النحل وعدد كبير جداً كمان ممكن يكون عنده منحل أنا شايف أنه النهاردة الحمد لله مع نوياتك مرتفعة بعد هذا الاجتماع إن شاء الله فيه آمل عندنا آمل كبير جداً أنه يتنفذ طلبات النحالين ولو حتى بدأنا بالخطوة الأولى إن شاء الله إحنا مش مستعجلين ولكن عايزين نحط النحالة المصرية على الطريق الصحيح بشكرك نورتني المهندس فاتحي بحيري رئيس التحاد النحالين العرب بشكرك على وجودك معي النهار شكراً لنتشكركم وإن شاء الله بوجودكم معنا وبتسليط الضوء على قطاع تربية نحل العسل يكون تربية نحل العسل في مصر من خير من جيد لأجود إن شاء الله بشكر حضراتكم مش هيدي برنامج الزراعي الآن بشكر حضراتكم وإلى اللقاء